طيب خلونا مشاهدين نعرف تفاصيل الحملة والغرض منها من خلال الأستاذ أحمد العميري رئيس هيئة الشرقة للكتاب بينضمننا عبر زوم أستاذ أحمد بصبح عليك وشرف كبير طبعا وجودك معنا على شاشة MBC مصر صباح الخير وصباح الخير على مستمعيننا ومشاهدينك في دمهورية مصر العربية الحبيب على قلوبنا صباح الخير والورد وطبعا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا وأكيد فكرة الثقافة والفنون والأداب هي يعني هدف سامي لكتير جدا من المسؤولين أو حتى بالنسبة لكتير من المهتمين بهذا الشأن مبدأين كده حابين نتكلم مع حضرتك عن الحملة الجديدة اللي أطلقتها هيئة الشرقة للكتاب ونعرف برضو بشكل سريع من حضرتك إيه الهدف الأسمى منها هدف هذه الحملة هي تأتي من ضمن رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عبو المدلس العلاحاكم الشارقة عندما أطلق مشروعه وثورته على الكونكريت وركز على بناء الإنسان هذه الحملة اليوم تخاطب جمهورية مصر العربية ونخاطمهم باللهجة العامية في جمهورية مصر نقول لهم لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتاب هذه الحملة هي رهان الشارقة لما انطلق معرض الشارقة الدول الكتاب قبل 40 عاما كان موجه لإمارة الشارقة ومن ثم إلى دولة الإمارات ومن ثم إلى المنطقة الوطن العربي حتى أصبح واحد منهم ثلاثة معارض الكتب على مستوى العالم اليوم الحملة تخاطب سبعة ونصف مليار إنسان حول العالم وهي حملة الشارقة أو حملة صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يكن كل الود إلى الكتاب ويرى أن الكتاب هو رهان الثقافة وهو رهان أن الإنسان يرتقي من خلال الكتاب ومن خلال القراءة فهذه الحملة هي هدفها إطلاق أكبر حملة فيه على مستوى العالم لكي نقرأ ولكي نحب القراءة ولكي نكون أكثر منتجين في دولنا وفي العالم أكثر خاصة كعرب طيب أستاذ أحمد في ظل السوشال ميديا إزاي بتشوف وضعية الكتاب ومدى الإقبال على الكتاب أو على الوسيط التقليدي زي الكتب أو الدوريات أو المجلات أو ما شبه ذلك هشام اليوم الكتب هي جزء لا يتجزأ من الإنسان إن كان كتابا رقميا أو كيانا كتابا صوتيا أو كان أي نوع من نوعية القراءة اليوم نحن نجد أن القراءة صبحت جزء لا يتجزأ كثيرين مننا يقولون ليس لدينا وقت أن يقرأ لكن الكتاب لا زال هناك يعني هشام قلنا أعطيك مثال بسيط أنت تحب نادي الأهلي ولك في نادي الأهلي هناك كتاب عن نادي الأهلي موجود إذا كنت تحب الزمانك هناك كتاب عن الزمانك إذا كنت تحب الرياضة هناك كتب عن الرياضة هناك كتب كثيرة ومتنوعة موجودة الآن في العالم العربي أو في العالم ككل تختص بالقراءة والذين يقولون ليس لدينا وقت هناك كتاب في كل وقت في كل زمان لكل إنسان فهذا هو اليوم الطريقة الجديدة التي نقول للجميع الذين يقولون نحن لا نحب الكتاب الورقي أو نحب الكتاب الصوتي أو ليس لديه وقت أو ليس هناك مكان يكفي في مكتبتك هناك كتاب صوقي وإلكتروني هناك كل قرق الجديدة والمتميزة للقراءة طيب هل بتعتقد يا أستاذ أحمد أن المجتمعات العربية لديها الشغف بالقراءة؟ هي أكيد بتتباين من دولة أخرى أو حتى من ثقافة أو من شعب الآخر ولكن نحن نتكلم على المجتمع العربي بشكل عام هل هو من هوات القراءة؟ المجتمع العربي لو نحن نرجع للدين الإسلامي وهو الرسالة نزلت على سيدة محمد أسرس السلام هي إقرأ فالقراءة هي جزء لا يتجزأ من ديننا أو من ثقافتنا أو من الحضارة العربية والثقافة العربية عموما الثقافة العربية كانت بدأت بالشعر وبدأت بالكتابة واللغة العربية جزء لا يتجزأ من الثقافة العالمية هي جزء كثيرين في العالم في كل مكان في العالم هناك تشوق للغة العربية والثقافة العربية ولكن مجتمعاتنا الكثيرين يرون أن هناك ليس لديهم وقت للقراءة هي كيفية تنظيم وقتك للقراءة الآن نقول الكثيرين يرون القراءة هي فقط للنخبة نحن نقول ليست للنخبة هي القراءة لكل إنسان مهتم لك أنت للإنسان الذي خلف الكاميرا الذي يحب التصوير هناك كتب عن التصوير الذي يحب الطهي هناك كتب عن الطهي هناك أنواع كثيرة من الكتب التي يمكن للإنسان أن يقرأها ويستمتع بها وعندما يستمتع الإنسان بالقراءة والكتاب سيجد الوقت المناسب للقراءة الكثيرين يقولون العربي لا يقرأ ولكن أين تذهب هذه الكتب الكثير التي تباع في معارض الكتب التي تطلب عن طريق مواقع الإنترنت هناك قراءة في الوطن العربي وكثيرين يقولون ليست هناك قراءة في جمهورة مصر العربية قراءة قوية جدا في لبنان في كل مكان في العالم العربي هناك قراءة وهناك استمتاع بالقراءة والكتاب الكتاب هو متعة أنت أودت نفسك على هذه المتعة استمتع بهذا الكتاب كان صوتيا أو إلكترونيا أو كان كتابا ورقيا هنا الحقيقة حتى هنا من خلال معرض القراءة الدولي الكتاب ورغم الكورونا ورغم الإجراءات لكن كنا بنلاقي برضو هنا إقبال كبير جدا الحقيقة يحسب للناس اللي هي مهتمة بفكرة القراءة أو الثقافة بشكل عام ولكن حابيني أستاذ أحمد برضو نعرف كم عدد الدول المشاركة في هذه الحاملة اللي احنا بنتكلم عنها نهاردة اليوم الحملة بدأت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية في باريس في جمهورية فرنسية في المملكة المتحدة البريطانية في لندن عاصمة الضباب أيضا انطلقت في الرياض والآن هي في جمهورية مصر العربية هذه الحملة هي حملة مهمة تركز على قوة القراءة وتركز على نشر الثقافة وهي أكبر حملة ثقافية للقراءة أطلقتها الشارقة على مستوى العالم طيب نحب نعرف من حضرتك برضو الرسالة اللي أرادت الهيئة أن هي توجهها للعالم من خلال هذه الحملة أكيد هناك عنوين أو هناك أهداف معينة حضرتكم حبيتوا توصلوها للعالم كله من خلال حملتكم المحترمة دي المبنية على استقافة بشكل كبير وتصحيح المفاهيم حملة الشارقة هي مبنية على رؤى ورسالة الشارقة التي تبلورت من خلال حاكمها صاحب السمو الشيخ الدكتور شطان محمد القاسمي عضو المجلس اللي على حاكم الشارقة منذ أكثر من أربعين عاما وجود معرض الشارقة الدولي الكتاب وموجود مهرجان الشارقة القرائي للكتاب يركزان على أن القراءة والكتاب جزء لا يتجزع من أي مجتمع عالمي موجود في العالم هي حملتنا اليوم إلى أكثر عن 7.5 مليار شخص في العالم نقول لهم أن القراءة موجودة هي مشروع عالمي نقول للجميع أن الشارقة هي بوابة التقاف والقراءة في العالم ونحن ننطلق من عاصمة الكتاب إلى العالم لنؤكد أن القراءة يمكن أن تستمر وموجودة لدى الجميع وليست هناك حجة للإنسانة في عدم القراءة طيب نحب نعرف الناس برضو المهتمية بهذا الشأن مدة الحملة عبارة عن أديه طبعاً مدة الحملة تستمر أكثر من بين 3 إلى 5 سنوات لكي تصل إلى النضوج الكامل نحن هناك خطوات مقبلة ستروح وهي مستمرة يوصي زحمة خلال هذه الفترة من 3 إلى 5 سنوات وتتمتع بالاستمرارية نعم نحن هنا دائماً عندنا في الشارقة والاستمرارية نؤمن بالاستمرارية مشروع الشارقة أخذ 40 عاماً لكي يكتمل اليوم ونرى أن معرض الشارقة الدولي الكتاب واحد منهم ثلاثة معارضة على مستوى العالم نحن نستمر بهذه الحملة مدة أكثر من 5 سنوات لنؤكد العالم ككل أن الشارقة هي عاصمة الثقافة والكتاب على مستوى العالم ونؤكد أن القراءة ليست مشروع وقتي أو زمني في الشارقة وإنما هو رهان مستمر وأن الأمة العربية تقرأ ونجعل من قراءة الكتب فعلاً يومياً في كل مكان في العالم إن شاء الله طيب نحب نعرف برضو من حضرتك إنعكاس هذه الحملة إزاي ممكن يكون لها الأثر البالغ على المشروع الثقافي اللي بتقوده إمارة الشرق على ذكر بأن حضرتك ذكرت أن نحن نتكلم على مشروع كبير بقاله 40 سنة طبعاً نحن كلما نجد أن العالم بدأ يقرأ ويستمتع بالقراءة والكتاب نجد أن هذا العالم يستمتع أيضاً من الشارقة الشارقة اليوم هناك مدينة الشارقة للنشر وجود معرض الشارقة الدولي الكتاب وجود مهرجان الشارقة القرائي وجود بيت الحكمة في الشارقة وجود عدد كثير من الفعاليات الثقافية المهمة التي تركز في تطوير الكتاب ونشر الكتاب وثقافة الكتاب في كل مكان العالم اليوم نحن نؤكد من خلال هذه الحملة أن الشارقة هي بوابة التقاء بين الشرق والغرب من خلال الشارقة هذه البوابة التي نعتبرها ولها أهمية كبيرة والوصول إلى الكتاب سيكون دائماً من خلال الشارقة إلى كل مكان في العالم ومن كل مكان في العالم إلى الشارقة أيضاً يا رب كل الأمنيات بالتوفيق وساعدنا جدا جدا بوجودك معنا أستاذ أحمد العميري رئيس سيئة الشرق للكتاب أشكرك ألف شكر شكرا يا هشام وإن شاء الله نسلك بعض الكتب عندنا هذه الأهلية يا ريت يا فندم والله إحنا نكون سعداء ونتمنى لكم كل التوفيق وطبعا تحياتنا لحضرتك وكل الأهلين طبعا اللي بيتابعونا نهارده أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك